نرجع إلى حملتنا حملة أكتوبر الوردي في هذا الشهر وتستمر لنهاية هذا الشهر وإحنا طبعاً يعني ما نخص فقط هذا الشهر يعني على طول كل ما تكون هناك فرصة نحكي بموضوع سرطان الثدي والفحص الببكر لسرطان الثدي هناك خبار كثيرة حول هذا الموضوع وإحنا دائماً يعني الحد الآن هناك صمت عراقي يعني من وزارة الصحة أنا ما أحكي عن منظمات قد تكون منتشرة في العراق هناك بعض الأعمال الفردية نحكي عن وزارة نحكي عن عمل دولة وعمل حكومة نحن نطيقكم مثل في الإمارات هناك كانت مسيرة قبل أيام مسيرة تطبعية في عجمان لدعم مرضى السرطان شوفوا من المشارك بيها هناك صورة طبعاً توثق هذه المسيرة وهذه الاحتفالية نظمتها قسم العلاقات العامة والإعلام في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان شوفوا يعني ما وزارة صحة ولا إلها غرض بهذا الموضوع نظمت هذه المسيرة التطوعية على كورنيش الإمارة دعماً لحملة أكتوبر الوردي للتوعي بمخاطر مرضى السرطان الثدي شوفوا من اللي شارك بهذه المسيرة فرقة موسيقية التابعة للقوات الموسيقية فرقة موسيقية التواجد على كورنيش عجمان بجانب السائحين من مختلف الجنسيات يعني شوفوا الناس منطية اهتمام كبير اهتمام من قبل كل من يعني احنا عتبنا على وزارة الصحة أبسط شيء نتمنى من المسؤولين اللي يطلون علينا يومياً عبر الشاشات كلمة صغيرة فقط لمرضى السرطان خاصة احنا عدنا بالعراق أعداد كبيرة من النساء عدنا احنا نائبات وعدنا مسؤولات عراقية ولا واحد تقدر تطلع الصرح تحجيب هذا الموضوع اذا كان خجل فهذا كارثة واذا كانت ما تدري فهذه كارثية نتمنى احنا يعني باقي الايام من شهر 20 الاول مراعاة هذا الموضوع واحنا طبعاً ياكم باخبار عن مرض سرطان الثدي نحشي لكم بس ايضاً من ضمن الاخبار انه شرب عصير البرتقال بالشكل منتظم ايضاً يا قيمة سرطان الثدي هذه اخر الدراسات والبحوث اكدت عن هذا الموضوع